دكتور موضوع تلوث الغذاء دائما لما نسمع بين فترة والثانية إذا فيه أي موضوع فيه تلوث غذاء أو أي مطعم أو أي شيء على طول الناس يسئلون وين وزارة الصحة بالضبط ما هو دور وزارة الصحة هذا قد لما هي مسؤوليات وزارة الصحة تجاه ضبط صحة الغذاء نحن دائما نقول في الإنجليزي الوطف باياسيس باياسيس كثير من التحامل بسبب الجهل من الخطأ الاعتقاد أن وزارة الصحة تشمل كل منظومة سلامة الغذاء نحن نتشارك فيها وهي الهيئة العامة للغذاء والتغذية نتشارك فيها وهي البلدية ونحن نتعامل بجهد إضافي في أكثر من محطة أول شيء نحن عندنا إدارة لقياس أو فحص متداولي للأغذية وهذه نتأكد منها وننصح حقيقة المسافرين وبعد السفر والفحوصات الدورية لهم التأكد من هذا الشيء وفي ممارسة خاطئة كثير منهم يمكن أن يأتي إلى عامل بورتر فجأة يدخل في عملية ومتوالية تحضير الغذاء وتقديمها هذه من ضمن الأشياء اللي نأخذها بعين الاعتبار نحن كذلك عندنا مختبرات فحوصات الصحة العامة اللي كل عينات الغذاء تصل إلينا ونقوم بهذا الشيء ونأمل حقيقة أن تتطور التعاون مع الهيئة العامة للغذاء بحيث أنها تأخذ مختبراتنا ومختبرات البلدية ومو فقط تجهزها لأن كثير منها مجهز لكن حتى تضخ فيها كوادر مؤهلة عشان تختصر هذه المسافات تختار وتختصر كثير من التشريعات والنظم الإدارية ومتواليات الإدارية عشان تحصل لهذا الشيء يصير عندنا ضباط قضائيين ومفتشين صحيين على مستوى البلدية طبعا دورهم يعني ما يمكن التفاة حوالي وهم لهم دور في الضبطية القضائية ولاحظوا بالجرائد الآن يأخذون في عين الاعتبار هذه الأشياء الآن عندما نتكلم عن حوادث التسمم والغذائي بغض النظر لا شك أنها تحصل في كل الأماكن يعني يبقى فيه ثقافة عامة هذه الثقافة العامة أنت ما تسوي صلطة من أول النهار عشان عندك مثلا عشاء في الليل وتعرضها يعني للحرارة دون ما تحفظها الأم المسؤولة أو ربة البيت ما تقطع على نفس اللوح اللحوم والدياية وتقطع عليه الخضروات ما تحفظ مثلا عجينة خنقول يعني الفلافل بدرجة حرارة عالية وممكن تدخل في متوالية من هذا النوع لما هات كثير من يكلمون خدمهم طلع الدياية يخلي ذو بأول الليل وما تمر عليه لساعة ثمعش فندخل في متوالية اللي هو التجميد والإذابة فروستين ودي فروستين طيب دكتور يعني شلو دور وزارة الصحة وزارة الصحة ما أخذ الدور الأكبر في ضبط صحة الغذاء لا هي إحنا الجسر اللي نتعامل معه مع كل هذه المعطيات هي الأثار الصحية إحنا عندنا إدار التغذية والإطعام تعالج كل من عندهم اضطرابات بالغذاء سواء سوء تغذية أو أفراط بالتغذية سواء فقد وزن أو زيادة بالوزن هذا جانب إحنا عندنا تعامل مع يعني يعطيك مثال بس استشفى الجهرة عند خدمة التغذية والأطعام والمطاعم كخدمة مساندة توفر عشر تالاف وجبة يوميا لك أن تتخيلي كل هذه الأشياء بكل ما تحتاجها من نظافة ورقابة وتأكد من هذه الأمور مرة طازج مرة سعرات حرارية معينة هذا جانب لكن أيضا إحنا لما نتكلم مثلا عن السعرات الحرارية التي هي لازم تكون بالغذاء العساس أنه لما نتكلم سلامة الغذاء هي أحيانا تخرج من الحقل أحيانا التصنيع أحيانا النقل أحيانا التخزين أحيانا التوزيع أحيانا الاحتفاظ فيها للبيت وكيفية التأكد حتى من الصلاحية فهي متوالية أكثر تعقيدة مما تظهر أن الصحة مسؤولة عن كل هذا لا هي مسؤولية مشتركة فكلما ارتفعت الثقافة كلما زاد الاهتمام باللقمة التي تأكلها لا نقول بس هنية ولكن صحية في شعار مرفوع دائما اللي هو في السوبر ماركت يمكن أن تخطر الهلثي نريد أن الناس تختار الخيار الصحي بسهولة لا تتعب لتدور رف في آخر جمعية هذا الجانب التوعوي دكتور دكتور نحن نتكلم بالضبط عندما تصير مشكلة دائما نرى أن المسؤولية تتقاذف ما بين البلدية ووزارة الصحة أو أصحاب المطعم موضوع مثلا كرت الصحة لعمال المطاعم مثلا يعني كم عدد العاملين في المطاعم والمصرح لهم صحيا بالعمل من المسؤول عن التزام أصحاب المحلات بهذه الشروط؟ نحن نقدم الخدمة البلدية تكشف نعم وإلا سمح الله إذا حصل شيء نحن نفعل خطة الطوارئ وفعلناها بنجاح ونعتز بهذا النجاح سواء الحادثة التي رح فيها حوالي 300 واحد ومصيبوا بتلوث الغذاء أو مؤخرا حوالي 20 أو 30 حالة بالمسكر اللي كان لإحدى الشركات لا شك أن هذا الجانب العلاجي لإستيعاب استدعاء العطبة استدعاء الممرضين توفير الخدمات هذه من الأشياء التي نفخر فيها ولا يخفيش أننا اليوم نحن نأخذ نوع وهو الكوليرا الكوليرا في كثير مكروب الكوليرا أصلا ضعيف لكن في غياب البنى التحتية ممكن يؤدي إلى القتل أذكر مثلا أو الوفاق يعني في هايتي لما حصل الزلزال عندهم ماتوا بالآلاف بسبب الكوليرا لأن ما توفر لهم مياه مظيفة ما كان عندهم مجارب هذا في حالة الأوبئة دكتور موضوعنا الحين عن حالة تسموم اللي يصير عادة في المطاق حتى الكوليرا الكوليرا يعني حتى الآن لما يصير موجة كوليرا وأقرب حادث يحصل عندنا عبر الحدود من العراق نمنع اللاغوية نشيك عليها نرفع مستوى الشيك هذا يعني مسؤولية وزارة الصحة سلامة دخول المواد الغذائية للبلاد لا أنا أتكلم على السلامة عند البلدية نعم بس أنا أرفع مستوى الوعي وتعامل مع مستوى الشك بمفهوم أن كل أطباء الرعاية الأولية لو ياهم أي حالة تسهل وكان في تاريخ أنه زاير بعض البلدان اللي عندها بعض المشاكل لا شك أنه أنا أعطيه صالح الشك لحماية المريض ما أنتظر أنه تتفاعل القضية وصير الأعراض ويدخل في جفاف وبعدين عالجة يعني هذه من ضمن الأشياء أحد اليوم نفخر في الكويت عندنا 120 مستوصف موزع لكل مناطق الكويت يمكن وصول لأقرب نقطة خلال 10 دقائق بالسيارة نريد أن نستفيد منها نريد أن نفخر كذلك بمستوى التعليم فبالتالي أنا أعطي بطاقة لكل شخص يا منطقة موبوئة أو بموسم معين أو احتمال أن يكون عند مرض سواء بمنطقة جغرافية أو عبر الحدود أنه يراجع طيب دكتور هذا أنتم مسؤولين الشيء الذي يدخل الأغذية المستوردة إلى البلاد مسؤولية وزارة الصحة أم الأغذية المحلية مسؤولية البلدية هذه كلها مسؤولية منها الأغذية بعمومها هي موزعة ما بين البلدية هيئة الزراعة والهيئة العامة لـ هذه المحلية ولا المستوردة كلاهما كلاهما أنا بالنسبة لي دكتور أنا فقط أعرف دور وزارة الصحة رقابي توعي فقط شو دكتور نحن وقائي علاجي وتأهيلي إنصح التعبير إذا أحتجنا الرقابة ليس عليكم الرقابة الأغذية ليس علينا نحن عندما يقولون يوجد غذاء يائي فحصو مختبرات الصحة العامة واحدة من أفضل مختبرات في المنطقة هي من تقوم في الفحص كل الجهات الأخرى لا تملك مثل هذا الشيء نعم عرفت أي بالتالي هذه من ضمن الأشياء لما أنا مثلا عن ذبايح أتي حيئة الزراعة أو اللي علنا هم المسالخ تندرج عندهم أو حتى البلدية فبالتالي وهم اللي شيكون على السلامة الذبايح وكيف التعامل معها ويبحثون عن يعني خنقول الملوثات ديدان شريطية أو التهابات أو كذا هذه كلها تدخل في الموضوع هذا نحن بالنسبة لنا نفحص إذا صارت أي حالة تسمم لأحد المطاعم أو أي شيء المسؤولية تكون على البلدية والهيئات الأخرى وليس على وزارة الصحة أنتم لأن دوركم فقط علاجي علاجي يوصلون الضحايا يعني مثل ما حصل مع المطعم اللي كان بحول لي لما صلتنا الحالات وهذا نحن تعلمناها يما كنا في كلية الطب كيف ممكن توصل إلى سبب المؤدي للتسمم الغذاء صير في استبيان تتبع الحالة إلى أن نصل لهذا الموضوع بس عشالح بنوصل للمشاهدين أن اللوم الأكبر لا يقع على وزارة الصحة يعني مع أن وائد ناس نعتز بثقة الناس وزارة الصحة ومستوى التوقعات منها لكن لازم نحترم التخصص يعني لا يمكن ندخل في تخصص الآخرين ولا ننفذ في هذا الشيء ولا نرضى حقيقة أن واحد أيضا يشتهد نعم بس طبعا التقرير النهائي للحالة لأسباب التسمم تكون عند وزارة الصحة نعم وبهذا الكلام الجميل نختم هذه الحلقة مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لك